عطروا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد الثانية غفر الله لكم الثالثة عظيما لشأن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين بأعلى أصواتكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على أفضل السفراء وسيد الأصفياء وتاج المرسلين حضرة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائبة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين السلام على حضرة إمام الأولياء وسيد الشهداء مولانا أبي عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته السلام على حامل اللواء وساق المقربين بكربلاء أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته أصحاب السماحة والفضيلة سادة الأكارم أخوة الأحبة خوات الفاضلات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته منذ أن اختارها الله سبحانه وتعالى لحمل المشروع الرسالي الأصيل في بناء الإنسان والمجتمع الصالح لم تزل مدرسة أهل البيت عليهم السلام ترفد الإنسانية بأعلام الصلاح وقامة التقى وقادة الفكر وصناديد العقيدة عبر أدوارها المتلاحقة والمتنوعة وكان لابد لحكمة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن تستبين للأجيال في اختيار العراق عاصمة لحكومته العادلة وقبل تسع من السنين ولما تجف بعد جراحات أرض الرافدين هبت جموع الإرهاب والضغين ومسوخ الفتك والجريمة يسوقهم حقد من زالوا ومن دثروا وقد أشربوا قح غي في نفوسهم وها لهم أنزالت عروش الطغيان وهنا كانت إشارة المعنى وتجليات الكلمة العليا بأرض النجاف فاستجاب لها خيرة أبناء الوطن غيرة وحمية وهتفت للجلة كتائب الذائدين عن الحما والملبين لنداء النجاف حتى أسفر الصبح عن عراق جديد وأعيد الوعي للأمة وترسخت مفاهيم الجهاد والشهادة وأعاد الله العراق وأهله إلى مرتكز الوعي والانتماء وحتى الذين وقفوا على التل متفرجين واجمين حيارا لم يجدوا بدا من الالتحاق بركب الملبين بعد أن لوت الفتوى بأعناقهم وانبلج على العراق فجر جديد حياكم الله سادة الأحبة في هذا اليوم وفي هذه الساعات المباركة ونحن في الحفل الختامي لمهرجان فتوى الدفاع المقدسة الثقافي السابع وقد كنا بالأمس في الافتتاح وفي الجلسة المسائية الخاصة بمجزرة سبايتر وفي الصباح كنا في جلسة البحوث المقدمة في هذا المؤتمر وعلى بركة الله تعالى نشرع بفعاليات هذا الحفل الختامي بتلاوة عطرة في آي من الذكر الحكيم يتشرف بتلاوتها قارئ العتبة العباسية المقدسة محمد رضا الزبيدي فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد أفلح وتبارك من صلى على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم أَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ الْنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ فَانْقَلَهُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ والله ذو فضل عظيم صدق الله العلي العظيم صلوات وإلى شهداء مسيرة التضحيات في عراقنا العزيز لشهداء فتوى الدفاع المقدسة والقوات الأمينية الغيورة نقف لنقرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة الفاتحة أحسنتم كثيراً حياكم الله مجدداً أيها الأحبة في هذه الساعات المباركة ولا بد من كلمة للجنة التحضيرية لهذا المؤتمر وأعني به البيان الختامي والتوصيات يتفضل جناب الأستاذ الدكتور أحمد صبيح الكعبي فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحاً لذكره وجعل الشكر سبباً للمزيد من فضله ودليلاً على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على نبيه ورسوله سيد البشر أجمعين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سماحت السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دامة عزكم والسادة أعضاء مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة دامة توفيقكم والسادة الرعساء الأقسام في العتبة العباسية المقدسة دامة توفيقكم السادة الحضور كل بحسب مقامه ومكانته السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته نتلو على مسامعكم الكريمة ما خرج به المشاركون في مهرجان فتوى الدفاع المقدسة والمؤتمرون من توصيات في ختام الفعاليات على مدى يومين أولاً الاستمرار في يقامة مهرجان فتوى الدفاع المقدسة سنوياً والعمل على تنويع فعالياته لاستيعاب أكبر قدر ممكن من شرائح النخب والإبداع ثانياً مخاطبة الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات المستقلة للاهتمام بعوائل شهداء الفتوى وتسليم حقوقهم والنظر في احتياجاتهم والعناية بهم ورعايتهم ثالثاً الاهتمام بالجرحى والمعاقين الذين أصيبوا نتيجة مشاركتهم في القتال والدفاع عن حياظ الوطن وتقديم الدعم والرعاية المتواصلة للحالات الصعبة منهم رابعاً مخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحث الجامعات العراقية على اختيار عنوانات رسائل الماجستير وآطاريح الدكتوراه من موضوعات الفتوى وآثارها وتضحيات أبطال الحجد الشعبي خامساً مخاطبة وزارة التربية لحث المديرية العامة للمناهج فيها على إدخال نصوص الفتوى وما صدر عن العتبات المقدسة من خطب توعوية توضح مضامين الفتوى في مناهج الدراستين الابتدائية والثانوية سادساً إلفات نظر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي إلى ضرورة إدامة الوعي بأهداف الفتوى وما تمخض عنها من اندفاع جماهيري لمحاربة الفكر الإرهابي المتطرف سابعاً مخاطبة الجهات الحكومية المعنية لتخليد أسماء القادة والمقاتلين من شهداء معارك تحرير العراق من هيمنة داعش بإطلاقها على الشوارع والمحلات التي يسكنون فيها والمدارس التي تعلموا فيها ثامناً الدعوة إلى إقامة الاحتفالات والمهرجانات لإحياء ذكرى صدور فتوى الدفاع المقدسة سنوياً في الوزارات كافة والجهاد غير مرتبطة بالوزارة والمدارس والجامعات تاسعاً التأكيد على أهمية الإبداع في تخليد الأحداث لذا ندعو إلى الاستمرار في إقامة مسابقات الشعر والمسرح والرواية والقصة القصيرة تخليداً لهذه الفتوى وأبطالها عاشراً طباعة أعمال المهرجان ولاسيما أبحاث المؤتمر في كتاب دوري كل بحسب دورته الخاصة والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت هناك مسابقة شعرية ضمن فعاليات مهرجان فتوى الدفاع المقدسة الثقافي السابع وقد تمخض عن هذه المسابقة ثلاثة من الأعزاء الأدباء الذين فازوا التكريم سيكون فيما بعد الآن نستمع لكل أديب فائز ولقصيدته التي فاز بها ونبدأ من القصيدة التي بعنوان الزارعون سنابل الضوء لشاعرها من البصرة الغراء أحمد كاظم خضير فليتفضل مشفوعاً بالصلاة على محمد وآل محمد المركز الثالث هكذا هو البروتوكول المركز الثالث ثم الثاني ثم الأول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزارعون سنابل الضوء حياهم الورد لما عطره هرقا بعطر بارودهم لا غيره وثيقا حياهم الورد لما عطره هرقا بعطر بارودهم لا غيره وثيقا وخالطت تمتمات الأرض نكهتهم ولونهم في مدى صحرائها اندلقا وأطعموا ضحكة الأطفال غربتهم كأن قمح الأماني فيه ملتسقا وأثثوا الحقل بالزيتون فاحتفلت فزاعة قلبها القشي قد خفقا من طينة الضوء داف الله سحنتهم وقد تجلوا لخوف الأرض فانصعقا من طينة الضوء داف الله سحنتهم وقد تجلوا لخوف الأرض فانصعقا لبوا وهبوا وصبوا محو غضبتهم على تجاويف ليل الشك ذات نقى فانداح ضوء سماوي لذاكرة من النهارات تهدي عمينا حدقا مروا خفافا على الأجفان في حلوم ولونوا أسمر الجدران والطرقا فاح الخلود على بزاتهم حبقا على السواثر حتى الموت صار بقا حشد لفتية فتوى كلما قدموا رأيت ثغر السمى في أفقها انطبقا كأن سيدهم يعقوب في أمل وكلهم يوسف ما خان أو سرقا وراودتهم جهات الأرض مضغلقت أبوابها فاستحبوا كسر ما غلقا خفز يسد رئات الجوع تحمله أكفهم حيث معنى الشهقة اختنقا وحين خاصرة من أرضنا فتقت كانوا خيوط جراح الأرض والرتقا وحين بانت على الأيام سوأتها هم يخصفون على أيامنا الورقا والصوت من خطبة في الصحن يلهمهم وعيا لكل خطايا الأرض ممتشقا الموت بحر عصى الفتوى كمعجزة وهم كموسى فهل يخشونه غرقا فبللوا الغيب من ماء البطولة لو تجرأ الصخر أن يغتال لنفلقا نصر يجيب وأسراب الرصاص فمن ويا علي غيرها للنصر ما نطقا وأرخوا في عيون الشمس سمرتهم وشذبوا الوقت والأحلام والأفقا ناغوا جراحاتهم من صوت والدة قالت دلللول حتى أغفت الأرقا وأرخوا في عيون الشمس سمرتهم وشذبوا الوقت والأحلام والأفقا ناغوا جراحاتهم من صوت والدة قالت دلللول حتى أغفت الأرقا وعلقت حرزها ما خاب حامله كان الحسين على أعضادهم علقا تغيرت صفحة المرآة وانكسرت فيها الوجوه وكم ألوت لها عنقا وكذبتنا أحاديث نعيش بها ووقع بصطالهم في الحرب قد صدقا فصحى بنادقهم تحكي الحياة لنا على المدائن تتلو الناس والفلقا شعوا وذابوا وكان النور يملأهم كأن واحدهم من شمعة خلقا هم ذلك الألق الممتد في غدنا وعاش في العتم من لا يملك الألقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسنتم أيها الأديب العزيز من خلال ما رشح في عنوين كل هذه القصائد فهي تتحدث عن صاحب الفتوى وحري بي أن أرتحل إلى ملهم صاحب الفتوى إلى حضرة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولكن بعد أن نسمع منكم الصلوات المحمديات العاليات اللهم صلى الله عليه وسلم رتلت فيك القواف الغر صادحة مدى الزمان وأسرجت الدواوين وهل توافيك إذ تتلى قصائدنا وهل تدانيك إذ تنشى قوافينا يا رب أحد وسر الفتح في يده ورب بدر وأحزاب وصفين ورب خيبر والتاريخ خلده والنهر وانان إذ فاضى مضحينا أتى بك الدهر عملاقا له هطعت حتى الجبابرة الأعلون أرنينها سار الزمان إلى علياءك مكتهلا وعاد بالحمد محن الظهر أرجونا على محبة مولانا صلوات الله عليه أمير المؤمنين صلو على محمد وآل محمد وعملا بنصيحة بعض الأدباء الفضلاء أن أنسب ما أقرأ من أبيات لناظميها هذه الأبيات لفقيد العراق العلامة الدكتور محمد حسين الصغير رحمة الله عليه الآن نستمع إلى القصيدة التي حازت على المركز الثاني وهي بعنوان تلبية لفتوى السماء وهي من لبنان منصور وشاعرها محمد باقر أحمد جابر فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم وشاعرها محمد وشاعرها محمد لا تدري صمت فقال الناس لا تدري لم يقرأوا صحوة المعنى على الثغر وكنت بحرا سماويا ندا سمحا وقولك الفصل كالمرجان في القعر جف الغمام فعلمت المدى لغة الماء الفتي فبشت ضفة النهر يا سيد السر من ينبي طفولتنا عن ضحقة العيد عن تعويذة السر قل كيف أينعت في صحراء حيرتنا وكيف أنبأتنا عن مطلع الفجر وكيف أمطرتنا فكرا وها عبست قوافل الغيم إلا غيمة الفكر كنا غفونا عن الأحلام سرقوا بحر الحكايات لم نسأل عن البحر قبطان آهاتنا أبحر نمى أفق الإشراق صب هدى في حلكة العمر يا نخلة العمر قولي من تهى عمري أنا ابنة الشمس لن تستمرئوا تمري لن تجرحوا الرملة فهو الآن منشغل بالحسنيين عطاء الروح والنصري لا تقولي لهذه الأرض يا بلدي إلا إذا اشتعلت جمرا على الجمري للأرض للأرض رائحة الأصلاب إن نزفت قيل الإباء تندى قيل والعصري وقيل مروا رجال فانسنا وجع وقيل يبتكرون الورد في الوعري داسوا على الموت والأقدار في يدهم أن نستداروا فأنوار الهدى تسري هم الأبابيل إما جابرهة راحت بعثره ذرا على القفر هم الأبابيل إما جابرهة راحت بعثره ذرا على القفر وهم صلاب فراتيون قد جبلوا بالأقوان فلا تعجب من العطر عطر الكرامات مسفوح على وطن صيغت مهابته بالأذرع السمري هم وثبتوا الضوء لما الليل باغتهم توزعوا في المدى كالأنجم الزهري مضوا إلى حيث كان الموت محتشداً مذقالة الأرض الساد الأولى مهري وكان فيهم فتى من فرط لحفته لب النداءات مشنوقاً على الجسر وكان فيهم فتى من فرط لهفته لب النداءات مشنوقاً على الجسر لا يغفرون من الإيثار أهل نداً حتى ولو لوعتهم طعنة الفقر حشد من الظفر المكنون في رئة الأرض الشهيدة حراس المدى السر وهم أفانين مجد شاهق خضل مخضب بدم العالين مخضر شب على عزة واجازب مطر المجد الأثيل وخط سورة الدهر أنا الجنوبي والأقدار تعرفني مرّاً وما كنت أعطيها سوى مري كانت شظاياي في الوديان مولعة بالسنديان وكنت النهر إذ يجري لما مررت على القندول حملني شوك الإباء وأشلاء من الزهر بضيت أحمل في اليمنى مقاومة وضيئة الفكر ارسم من أبي ذر وريشة الحب في يسراي راعفة لترسم المجد من جرح على الصخري حياكم الله أحسنتم أيها الجنوبي من ماء قدس كل حي يصنع من ماء قدس كل حي يصنع ومحمد للماء فهو المنبع من ماء قدس كل حي يصنع ومحمد للماء فهو المنبع سر الحياة محمد وله انتمت وتشرفت وله الفضيلة ترجع والكائنات به استتم مدارها وسطا فلا بطء ولا تتسرع والدهر كل الدهر عبد محمد والعبد للمولى يلين ويخضع سبحانك اللهم ربي قلتها صدقا وغير ذوي الحجا لا يسمع لا بحر لا أرض ولا رفعت سماء لا شمس لا قمر منير يطلع إلا لفاطمة والرسول وحيدر والشبرين برى البرايا المبدع صلى الإله عليهم وصلاتنا بهم رفعت وبغيرهم لا ترفع أحسن الله إليكم أحسنتم كثيرا ونأتي أحسن الله إليكم بالخيرات نأتي إلى القصيدة التي حازت على المركز الأول وهي بعنوان حكاية الفاجر من العراق من الديوانية لشاعرها حمز حسين عبادي فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد من ألف هم وقلب الحر يختبر ومن جراحاته يستخلص الخبر فكم تجاسر ما يسفظ ظلام على عش البلابل لا يبقي ولا يذره ففقست عن بنات الآه جمرتها فخلفت رئة الآمال تستعر لم نندمل وجمال الصبر ينكؤنا حلما ولا باشتباه الريح ننكسر إذا تعمل قضب الليل يرصده غيظ الصقور فلا يغنيه مستتر أو خدش الصمت سمع الأرض زلزلهم همس الورود وطفل الفجر والنهر فأنصتوا للندى والأرض تعتصر وفي مروج الندى تستنشق الغيار أفتل عراق الفتى أفتل عراق الفتى عن شيبة شربت لا الحسين فلب الماء والشجر سيل سيل أبا وجبال الرفض ترفده قد أتقنوا سر عطر الجرح فانتشروا سيل أبا وجبال الرفض ترفده قد أتقنوا سر عطر الجرح وانتشروا هم تشضى لضى في طيها نجب شهب لهم في مدارات الفدا أثر العابرون على أمواج لوعتهم كم حاولت أبحر لكنهم عبروا هم الملبون صوت الحق كررهم ليقطفوا ما رجال الله قد بذروا لا يعبؤون بلون الموت فكرتهم طفية الطيف بالأحرار تختصروا ولوا قلوبهم شطر العباء سروا يكبلون الأنا والذات تنحسر ترشف الجود من سلسال ساقية بكف عباس ترشف الجود من سلسال ساقية بكف عباس عذبا طعمه أمر فأرخوا أمعنوا بالجرح فانبعثوا صبحا على عتمة التاريخ ينهمروا الحق والصدق والإنسان يعرفهم وصولة الوعد والبارود والخطر المؤمنون إذا ما عاهدوا صدقوا فجددوا ألق الأجداد وابتكروا قد أبزعوا الليل لما أقلقت صور قلبا على المهد يشدو همه السهر وأضمعوا الوقت لما شهقة سكبت حر السنين وما قد زمه العمر هم يرسمون صباحات تخضبها آهات روح مع الأضواء تنتظر المفتدون شذاء سامئنتها المغتدون بما أهدى لها السحر يمارسون جراحات تطير بهم وسندباد الردى في إثرهم حذر وينثرون نواياهم معمدة بالعشق نكهتها الإيثار والظفر لبوا تراودهم دنيا مؤجلة لا هيت إذ غلقوا الآفاق واعتذروا لبوا تراودهم دنيا مؤجلة لا هيت إذ غلقوا الآفاق واعتذروا أغرت وكلهم طالوت ما اغترفوا ما هزهم قط فيها ريق عطر سمروا الوجوه إذا ما الشمس تجلدها تبيض عن أمل فيه الغد النظر هم الفراتان لم يجر الزلال سدى حشد الولاء فلا يعصون ما أمروا هم الحقيقة إذ لا للمجاز هنا فلا استبد بهم ظلم وما قهروا هم ابتسامة تمر واضبته منا يسيل منظم الأعذاق ما ادخروا ترافة النحل يعطي مغدقا ولئن يغضب فبالموت حين الجد يعتزروا فسافر الضوء لا تثنيه زوبعة بل مبدع سفرا إن لم يحن سفروا يغازل الليل في خطوات رحلتهم نجما يطوف بمن بالموت معتمروا الغائضون العدى والمؤنسون الردى والهاطلون الفدى عين الندى الصبر هنا يترجم نذر الأوفياء وقد أمسى يأبجد بوح الجرح ما نذر أوف العزيز لمن في رحل ثورتهم بضاعة الحر والهم الذي احتكروا باتوا على بعد جرح لغز صاعقة فأرعد فأرعد الفجر أن النسف منتصر والسلام عليكم أحسنتم أحسنتم وطيب الله لكم الأنفاس وطابت لكم الأوقات والمقام في هذا الحفل الختامي هذه الثلاثة قصائد هي الفائزة في المسابقة الشعرية وكانت لسيد الفتوى والعريف لا يتمالك نفسه دائما وهذه مشكلة سأعود لصاحب الفتوى ومن بعد تسع قيل أدرك من ضلى وثيقة سلم أصدر المرجع الأعلى وضوح وصايا الأنبياء تضمنت ولم تتضمن فكرة الأحوط الأولى أراد بها للأرض أن لا يشوبها دم حاضنا في صدره الهور والسهل أراد بها للماء أن يستفزه من الطف صوت كي يطوف به سيلة وأما جراح النادبين ضياعهم ليحمل عنهم جرح من صام أو صلة فكان بنوه الأبرياء جميعهم فلم يتوخ الدين واللون والشكل وأرسله للسلم للحرب مالكا ولكن وجه الظلم آثر فاستعل أعاد لهم صفين بالعصف بالرد الألد بيال الثأر بالبأس بالجل هناك علي سل سيف فقاره وهذا علي سيف فتواه قد سل فأوصى بها الأحرار خلوا جريحهم فلا تدمعوا وردا ولا تضمعوا نخلة وإن وزعت سود الرؤوس على الثرى فبروا لهم شيخا وأبقوا لهم طفلا وإن فر عمر كاشف السوء ترجعوا فقد فر عمر فرط ممتلأ ثكل كفاكم لشهداء الفتوى كفاكم بميزان التفاض لأنكم نبيون قتلاكم وقتلاهم قتلا فأذن فجر فجر الانتصار وأينعت أمان توالت من مرؤته جذلا وزغرد ثغر اليتم أن قد رآ به أبا كافلا يتم الصغار أبا أحلى أعاد بفتواه العراق وأهله وجذر فينا فكرة الوطن الأغلى سيبقى نعم مولى النفوس جميعها إلى أن يرين الله غائبا المولى على محبة مولانا صاحب العصر والزمان الصلاة على محمد وآل محمد أعذروني هذا الشأن العريف دائما ونصل إلى فقرة تكريم اللجنة التحكيمية في هذا المؤتمر ومن بعدهم تكريم الشعراء الفائزين وكذلك هناك صاحب بحث عن مرشة علمية فيسمح لي سماحة سيدنا المتولي الشرعي دام عزه إلى المنصة للشروع بأتكريم السادة الكرام فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد المتولي لأيضاً لأيضاً العلامة الصغير والثالثة للشاعر حسنين قفطان النجفي تكريم للجنة التحكيم للبحوث في المؤتمر الأستاذ الدكتور أحمد صبيح الكعبي فليتفضل مشفوعاً بالصلاة على محمد وآل محمد وتكريم لجناب الدكتور كرار المفرج فليتفضل مشفوعاً بالصلاة على محمد وآل محمد المفرج وجناب الدكتور سلام الربيعي حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد ونبدأ بتكريم الشعراء الذين فازوا بالمراكز الثلاثة الحائز على المركز الثالث الشاعر أحمد كاظ مخضير من مدينة البصرة الفيحاء بقصيدته الزارعون سنابل الضو فليتفضل أشفوعاً بالصلاة على محمد وآل محمد هذا الثالث والشاعر الذي حاز على المركز الثاني عن قصيدته تلبية لفتوى السماء من لبنان الأخي العزيز محمد باقر أحمد جابر حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد وتكريم لشاعر حكاية الفجر من الديوانية الذي حاز على المركز الأول الشاعر حمز حسين عبادي فليتفضل مشفوعاً ببركة الصلاة على محمد وآل محمد وهناك باحث عزيز عن بحثه المشارك في الورشة العلمية المقامض من فعاليات مؤتمر فتاوى الدفاع المقدسة الدولي الرابع الدكتور أحمد مهدي الدجالي فليتفضل مشفوعاً بالصلاة على محمد وآل محمد وتكريم ويكون أكثر من تكريم بالنسبة للخادم هكذا أرادوا أن يكرم الخادم مرتضى الحلي وإن كان مثوله عند المنصة هو التكريم الأكبر جزاكم الله خير سمحت السيد أعزكم الله شكراً لجنال الدكتور أفضل هنا هنا انتهت فقرات منهاج الحفل الختامي لهذا المهرجان المبارك ولم يتبقى ولم يتبقى لنا إلا أن نختم نختم بمسك الختام أيضاً إن شاء الله نختم إن شاء الله أيضاً بذكر مولانا أبي تراب صلوات الله عليه أولئك من علي لا أباً من علي لا أباً لهم وأين هارون لو أعددت هامانا وأين من حبه فرض الكتاب غدا ممن غدا حبه كفراً وطغيانا علي لا كعلي في الوجود فتى ولا كفقاره في الطعن طعانا نفس النبي وزوج الطهر فاطم والمنعوت في الذكر تلويحاً وتبيانا من لا يقاس به نفساً ومنزلة إلا النبي ولولاه لما كان فلو تلوت كلام الله قلت علي ولو تلوت علياً قلت قرآنه أحسن الله إليكم وأعتذر عن القصور والتقصير بخدمتكم والشكر لكم من المبدعين القائمين على هذا المهرجان حتى نوفق لمثله إن شاء الله دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر